عندما يرى سفريا برلاوكين في حالة قريبة يتأكد من أنهما عشاق ويشعر بخيبة أمل كبيرة من ناحية أخرى تقع جوليديا في اندفاع البحث عن منزل ديسمبر وقال أنه سوف تكون قادرة على العثور على منزل في جوليدي الذي يحاول عدم البقاء في الشارع يمرض برلا فجأة ويسقط في ذراع كيرم عند رؤية هذا يشعر سفريا بخيبة أمل كبيرة معتقدا أن كيرم وبرلا عاشقان إذا رأت برلا أن كيرم تعتني بها فستكون سعيدة للغاية من ناحية أخرى عندما تتحث جوليدي عن منزل جديد للانتقال إليه اكتشفت أن المنزل الذي تعيش فيه قد تم بيعه تأتي تولاي لإنقاذ جوليدي التي تعتقد أنها إذا لم تخلي المنزل في أسرع وقت ممكن فستبقى في الشارع على الرغم من أن تولاي تريد استحاب جوليدي إلى منزلها إلا أن جوليدي لا تريد وضعها تحت هذا العبء وتواصل بحثها عن منزل ماذا ستفعل جوليدي من يتجول في الشوارع بطريقة يائسة؟ عندما تسمع تولاي هذا تريد أن تفتح أبواب منزلها الجوليدي من ناحية أخرى سيتعين على جوليدي الاحتفاظ بمنزل متهدم حتى لا يبقى في الشارع في يوم شتوي يغضب طارق بشدة عندما يكتشف أن رنى لديها صديق من ناحية أخرى تشعر رنى بسعادة بالغة لأن اللعبة التي لعبتها لإدخال طارق في راحة يدها انتهت بنجاح تدعو رنى طارق وهميرة إلى منزلها لتناول العشاء على الرغم من أن الطارق لا يريد ذلك إلا أنه يحضر العشاء بإصرار حميرة عندما يصلون إلى منزل رنى تنتظر مفاجأة كبيرة طارق رنى تقدم طارق وهميرا لصديقها مندهشا مما عانى منه سأل طارق رنى عن حساب في أول فرصة يجدها من ناحية أخرى يجد سفرم وكريم نفسيهما يقضيان وقتا منتعا في بيئة منتعة للغاية من ناحية أخرى تصاب برلا بالجنون عندما تكتشف أن كيرم وسفريا سيذهبان لتناول العشاء بمفردهما بينما تتساءل سفريا عما إذا كان كيرم وبرلا عاشقين فإنها تواجه مشهدا لم تتوقعه أبدا تنزعج سفريا بشدة عندما تسمع أن كيرم لديها خطة أخرى لكن هذا الحزن يستمر لفترة قصيرة بدعوة من كيرم من ناحية أخرى تعد رنى لعبة جديدة تماما للانتقام من طارق بينما أعدت سفريا مفاجأة لكريم شعرت بخيبة أمل عندما سمعت أن برلا وكريم ذاهبان لتناول العشاء سفريا التي اعتقدت أن كيرم ستتناول العشاء بمفردها مع برلا تشعر بالارتياح في الواقع عندما تكتشف أنهم سيذهبون إلى عشاء الخريجين كما يدعو كريم سفريا إلى عشاء الخريجين في مواجهة هذه الدعوة يبدأ في الاستعداد للفترة المأمولة مرة أخرى أثناء التحضير للسفرريم يمرض برلا ويتوقف فجأة عن ذهاب لتناول العشاء من ناحية أخرى قررت رنى أن تصبح صديقة مقاربة لميرة رنى التي دعت طارق وهميرة لتناول العشاء تعد مفاجأة كبيرة لطارق بينما يحاول تي إرملي استعادة ذاكرة مالك تثير فكريات مالك عن أليف الجميع إنه يشعر بأنه أقرب إلى ابنته الملائكية التي تتزايد آمالها في استعادة ذاكرته بالكامل من ناحية أخرى تعد برلا ألعابا جديدة للحصول على كيم تمكن برلا الذي يريد استحاب كيم إلى عشاء الخريجين من إقناعه من ناحية أخرى تعد سفريا وجبة مفاجأة لكريم بمساعدة أليف هل سيتم إبلاغه بخطط كيم سريايا الذي يستعد لحضور العشاء مع برلا؟ فيلدان يهدد طارق بعدم مغادرة القصر تحرك فيلدان المفاجئ يترك طارق في موقف صعب من ناحية أخرى يبدأ الملاك في تذكر شيء عن الماضي يهدد فيلدان طارق بالقول إنه سيكشف ما يعرفه للجميع في القصر يحبس طارق أنفاسه أثناء النظر إلى فيلدان يدلي فيلدان ببيان يفاجئ الجميع طارق الذي هو في وضع صعب يجد وسيلة ويجمع الوضع من ناحية أخرى يأتي برلا إلى القصر للوصول إلى عيون ماسيد لكن إبقاء سفريا في المقدمة يتسبب باستمرار في غضب برلا من ناحية أخرى يحاول تي إرمالي تذكير ملك بالماضي يبدأ الملاك في تذكر شيء عن الماضي في لحظة لم يتوقعها أبدا وماذا الملاك تذكر؟ تم القبض على فيلدان من قبل طارق أثناء هروبه من القصر طارق الذي يدرك أن فيلدان قد خدعه لا يستطيع السيطرة على غضبه لكن فيلدان تمكن من ركن طارق تم القبض على فيلدان من قبل طارق عندما كان على وشك الهروب من القصر مع أليف يغضب طارق الذي كلف فيلدان بتسميم ماسيد عندما يتعلم الحقائق ويطلب من فيلدان حسابا على الرغم من أن فيلدان ينفي ذلك في البداية إلا أنه يعترف بكل شيء في النهاية تريد أليف محاولة إنقاذ فيلدان من يدي طارق لكنها هذه المرة تواجه مشكلة بنفسها فيلدان ينزع سلاح طارق للخروج من الوضع من ناحية أخرى حميرة التي لم تسمع من طارق تبدأ في القلق بشأنه ماسيد الذي تتحسن حالته يوما بعد يوم يخرج من المستشفى بينما يريد طارق إرسال فيلدان قبل وصول ماسيد فإنه يواجه تهديدا لم يتوقعه أبدا يدرك طارق أن فيلدان لم يسم ماسيد من ناحية أخرى يبحث فيلدان عن طرق للهروب دون أن يقبض عليه طارق إن توضيح مرض ماسيد يجعل الجميع يتنفسون الصعداء عندما يشرح الأطباء سبب انزعاج ماسيد يسمي طارق الشخص الذي أخذ السم منه معتقدا أن السم ليس له أي تأثير بعد أن علم أن السم هو سم فعال للغاية وأنه من المستحيل لا يخرج في الاختبار يدرك طارق أن فيلدان قد خدع نفسه من ناحية أخرى قرر فيلدان الذهاب إلى أخيه مع أليف لأنه يعتقد أن الحقيقة ستظهر كلما أراد كيرمو السفرية الاتعاد عن بعضهم البعض كلما اقترب طارق من ناحية أخرى لا يزال في انتظار متوتر ماذا سيفعل طارق عندما تظهر نتائج المختبر؟ انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات